موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا كرام صباح الفل والورد والنور والياسمين صباح الأمل والعمل والتفائل والنشاط والحيوية تحياتنا القلبية لكم جميعا أينما كنتم لكل ناطق بالعربية في العالم يلتقط صورة وصوت القناة الوطنية الأولى هذا الصباح في هذا اليوم الخميس الثلاثون بعد المائتين من طوفان الأقصى الموافق للخامس عشر من دي القعدة سنة خمسة واربعين واربعمائة والف الهجري خمسة واربعين واربعمائة والف هجري أو للهجرة الموافق للثالث والعشرين من مايس سنة الفين واربع عشرين العديد من الفقرات والأركين في انتظاركم من الفقرات القارة التي تعوتوا بها كل خميس لقانا الأسبوعي مع الأستاذ عمر ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أيضا للتربية والتعليم كالعادة النصيب في دليل برنامجنا ككل يوم تقريبا بيش كنوا محاضر معنا الأستاذ فوزي جبالي المتفقد العام للمدارس الابتدائية بيش نحكيه على ملتقى مهم ينعقد السبت المقبل أيضا بيش نحكيه فن وثقافة ومسرح مع معزل العشوري عن مركز الفنودرامي وركوهية بمنعروس حول مهرجان علي بن عياد للمسرح إضافة إلى العديد من الاستاذافات والروبرتاجات والربط المباشر مع الجهات والأنغام أيضا والبداية بنغام من اختيار فريق أعداد البرنامج فقرتنا الأسبوعية القارة الأولى ككل خميس هي فقرة الدفاع عن المستهلك مع الأستاذ عمر ضياء رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سباح الفل والياسمين سباح الخير لك ولكل العاملين ولكل السادة النظارة عموما نعم نحن تعودنا في التنمية الوطنية خاصة في برنامج سباح الفل والياسمين وفي فقرة دفاع المستهلك بالذات أننا نادرا معناها ما الأحقيقة إذا كان يستحق على الشلامة نادرا ما هكي كان نتوجه بالشكر إلى طرف ما أو إلى جهة ما ولكن المفروض أنه نقول للموسيقى أسأت وهذا ما نقوم به دائما في هذه الفقرة ومما يثير حفيظة البعض وهذا مطلوب ونقول للمحسن أحسنت أحيانا يعني معناها ناشطين في المجتمع المدني ولا رؤساء ولا ومنع عامون لمنظمات وطنية ولا لجمعيات وغيرها على غير المنظمة عريقة كمنظمة الدفاع عن المستهلك يطلبوا مقابلة مسؤولين يعني الموقع والمسؤولية مش بذلك الثقل الكبير ولكن هؤلاء المسؤولون ربي يهديمه يتمنعوا يرفضوا ويتفسعوا من المسؤولية لكن ما لاحظناه الأسبوع الفرد هو يعني استقبالك من طرف السيد وزير الداخلية مشكور رغم الشواغل والمشاغل ورغم معناها نعرف حجم المسؤولية والحقيقة معناها كما قلنا هذا يعني ما يجب تثمينه تعليقك على هذا سيعمار شكرا الفرصة والحقيقة أنا بدوري وباسم كل إطارات المنظمة نتوجه بتباعة الحال بالشكر للسيد وزير الداخلية اللي كان معاه لقاء الجمعة للفارد وهو الحقيقة كان معناها كان في الاستماع لنداء تواجهنا به أحنا للسادة الولاد والسادة المعتمدين والسادة العمد من أجل معناها يعني العمل مع هياك المنظمة اللي موجودة في كل مكان نعم تشريكهم لأننا عنا معناها متابعة للشأن اليومي صحيح وعنا من التوجه الرقابي على كل السلوكيات الموجودة وبالتالي يمكن أن يكون هذا التعامل فيه أكثر من فائدة نعم كما وكان هو معناها التقتل لهذا النداء وهذا كعليش كان موضوع اللي كان متاعنا تدرقنا كذلك لأنه حتى الموضوع الأمني هو من حقوق المواطن وحقوق المستهلك بشكل حال لأنه كذلك نطمح لأنه يكون الإنسان يعيش في طمأنينة وعندما نقوله المواطن أو المستهلك ما موش يعنيه فقط كان المأكول والمشروب فقط والملبوس والملبوس لكن كل الخدمات والأمن إلى خيره هي من العناصر المهمة جدا وكان معناها السيد الوزير متفاهم للدور لتلعب والمنظمة ولأهميته وعدنا بأن نفس هذا التوجه نوجده لدى السادة الولايات والسادة المعتمدين في كل الجهات من أجل التعامل وهذا كعليش أنا نوجه كذلك إجابة لكل الهيكلة متاعنا لموجودة محليا وجهويا لأنهم كذلك يكونوا في منها من التقتوا هذه اللحظة كذلك ويكونوا فاعلين في التعامل مع الصراط الجهوية والمحلية من أجل بطبيعة الحال التصدي لكل السلوكيات اللي نحن نشتغل عليها واللي هي بطبيعة الحال منها موجودة ولابد أن ناس الكلها الجهود الكلها تكون موجودة من أجل التصدي لمثل هذه السلوكيات اللي هي ديما نقول تنغص على المستهلك منها في أحياته هذا منها إجمالا منها الموضوع اللقاء اللي ربطنا به وكذلك احنا كنا سابقا ما التقينا مع سادة وزارة لأنه احنا منظمة طرحين ما نشراك مع كل المؤسسات وكل الوزارات باعتبار أن هذا هو طريقة العمل المتاعنا ونحن نعمل مع الإدارة بتبعات الحال من أجل يعني كل هذه الحقوق اللي هي نوصلها للمستهلك عموما ومشينا حتى فيما سبق حتى المجلس النواب من أجل الدفع لتغيير تشريعات لربما نصوص قانونية جديدة تحمي إلى خيره وهذا وصلني في الحديث المطاعي للبارح كان هناك مؤتمر المجلس المنافسة في تونس هو حدث عربي بنتياز تم تنظيمه في تونس من قبل مجلس المنافسة ملتقى عربي حول المنافسة ونعرف المنافسة أحيانا معناها تكون مهش بالضوابة المرجوة والمطلوبة والمحترمة معناها تأثر تأثير سلبي على المستهلك من حيث معناها الاحتكار من حيث أن بعض الشركات الكبرى تتغول وتولي هي مسيطرة على السوق وتفرض شروطها وأسعارها الحقيقة في المدة الأخرى أثير ليس جدل هو الحقيقة وقع تداول أنباع لأن مجلس المنافسة عاقبها كيكا العبارة نجم تكون كيكا بخطية شركة أو مجمع شركة كبرى بـ 20 مليون دينار أو 20 مليار من مليماتنا ولكن نادرا ما نسمع معناها مثل هذا التحرك سيعمار هو أن الحقيقة عليش نحب نحكي عن موضوع من الزاوية اللي تهم نحن مباشرة من الجوانب القانونية لأنه البارة حطرحت كثير من النقاط حول الموضوع المنافسة هناك دعوة لمنها الارتقاء بالتشريعات على المستوى العربي من أجل من تفعيل قوانين تضم المنافسة المنافسة ليست عبثية هي تنظم السوق وهناك قوانين تضبط شروط معينة أحنا ليهمنا ما مدى انتفاع المستهلك من موضوع المنافسة هذا هو ليهمنا فاش تنجم المنافسة أنا تخدمني كمستهلك هذا يبقى عموما وثم نقطة ثانية احنا دائما نتوجهها متاعنا قلنا في هذا المجتمع هناك كثير من السلبيات اللي يزمنا نصدلها لكن كنا لابد أن نستثمر في جيل آخر باش بعد مدة نقاور وحنا عالجنا معناها هذه المسائل والبرحة الحقيقة كان هناك مسابقة على المؤتمر هذا عند الطلبة في الجامعات وكان البرحة هناك تتويج وأنا حضرت مجموعة من الفتيات اللي هما قدموا معناها مجموعة من الطالبات من الطالبات نعم قدموا عمل مهم جدا دائما يهزك الحنين للجامعة والطلبة يهمني برشة لا معناها لأنك درست في الجامعة التنصية في معتصحة علوم الأخبار على مدى عقود وعليش يهمني برشة لأنه الحقيقة احنا هذا ما ننادي به واحنا اللي ندفعه في التجاه أننا نشرك الشباب يعني في قضايا في القضايا اللي تهم المواطن واللي هو ربما ما تجيشه فرصة أنه يقرها في المدارس هذه هي تنشأ الاجتماعية هذه بصفة عامة هكذا سمعنا الثقافة الاستهلاكية وأنه إدراجها في البرامج التعليمية مطلوب قلنا في هذا في الاتشارة حول إصلاح التعليم حول إصلاح التعليم كمنظمة قلنا كلمتنا أعطينا بعض المقترحات على أساس أنه معناها تكوين شخصية الإنسان المواطن معناها يزمها خارج معناها قاعة الدرس لابد كذلك من هناك تنشأ أخرى وحتى داخل قاعة الدرس على مستوى معناها الاجتماعي تنشأ الاجتماعية باش الإنسان يكون متوازن فاهم الزمن اللي عايش فيه فاهم منها بلاده فاهم القوانين فاهم إذن لي نعالج هذه السلوكيات وذلك علش قلنا المنافسة فاش تهم المستهلك لو ثم برشة ناس يسافروا للبرة يقول لك والله أنا القيت قد ديك معناها أكثر من عرض معناها في منتوج معين وهذا السعر كذا والأخر الجودة مش عارف كي هذلك هو الأهمية متى المنافسة منافسة أنه يتنافس أو عارضون الخدمات أو المنتوجات يتنافسوا في إرضاء المستهلك لأن المستهلك هو الغاية اللي يتنافسوا من أجلها المختلف معناها العارضين فبالتالي باش تنجم أنت تحوز الثقة متعوه يزم جودة الخدمات جودة المنتوج السعر مصلحة ما بعد البيع هذه الشروط ووقت لي يبدأ ثم تفاهم ما بين المنتجين ثم اللوبيات أو الكرترية يتفهموا أنه هاتنا تفهموا على السعر وعلى جودة معينة والمستهلك كان عجبه نعم على حساب المستهلك بس يفعليه معناها يعني تشرب ولي تاير جارنك هذه خاصة أنه كما ديما نوه سعمار ما زالت مع الناس في تونس ثقافة المقاطعة للأسف الشديد هذا هو أحنا هو من من الأدوات اللي هي في يد المستهلك أنه يستعملها لكن هذه فيها ما يتقال لأنهم لا تتمارس إلا ما تكون فهمة وضعية محددة اقتصاديا واجتماعيا إلى خيره على كل أحنا حبنا نقوله أن المنافسة هذه لابد أن تكون هناك فيها ضوابط هي محمية بالقانون فيها شروط والمرضود المتاعها لا يمكن أن يكون إلا مهم بالنسبة للمستهلك وهي التي ستساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دفع المنتج أو عرض المنتوج على تحسين الجود تحسين الأسلوب العرض تحسين الخدمات من أجل أنه يرضي المستهلك ووقتها المستهلك يسترجع المكان محوري في العملية البيع والشراء يعني رأس المال هو المستهلك إذا كان هذا المستهلك منحطوشه في الزاوية ونمليه عليه الشروط متاعنا بالأسعار وبالجودة التي نريدها يكون هناك هذه عنصر المنافسة هو من العناصر التي تضمن تطوير الجودة على مستوى اقتصادي هذا أو على مستوى تحسين المنتوج حتى منتوج التونسي مقارنت بالمنتوج الأجنبي ووقت ما يكون هذا الحرص على تجويد الخدمات وتجويد المنتوجات هذا يعود بالمصلحة على المؤسس بيدها على المنتج بيده باعتبار أنه يلقى من حيث لا يدري جود في الخدمات أو جود في المنتوج من أجل إرضاء وبالتالي النجم يكون منها ثم يمكن أن يكون ينافس المنتوجات الأخر أما إذا كان المنتوج متاعه هذا يلقى الورواج مهما كانت الجودة متاعه فإش قام هو بش يقوم تلقائين يحسن من الجودة متاعه هو اللي ينتج فيه قعد يبيع فيه بأي ثمن وبأي جودة بالتالي لن ندعوه إلى أنه يطور من نفسه ويطور المنتوج متاعه بالتالي هذه عنصر المنافسة مهم جدا من الزاوية اللي احنا نحب نتكلم فيها في مردودها على ما يمكن أن يتمتع به المستهلك على مستوى العناصر اللي يكون نخل فيها وفي نفس الوقت بشكل مباشر أو غير مباشر المؤسسات أو الشركات المنجمة في تونس تضطر إلى التحسين أو العمل على التحسين المستمر للجودة نحب نرجع سعمار للمجلس المنافسة هل ترواه أنتما كمنظمة الدفاع المستهلك قايم بدوره هل معناها فما تقسير هل فما ربما كما مثلا التفقد معناها بنسبة لوزار التجارة وتنمية الصادرات يعني الحقيقة يقول لك احنا تعوزنا الامكانيات والموارد البشرية اللي لازم لها رصد ميزانية ضخمة بشتم تغطية كاملة بالأعوان والوسائل والمعدات وحتى السيارات معناها مثلا ما يسميه المواطن العادي بمرقبة الأسعار هل المجلس المنافسة قائم بدوره كما قلت أنا خاصة أنه معناها نادرا ونسمع أنه الدخل معناها بصفة تجلب الانتباه كما ما حدث مؤخرا وحكينا عليه هو معاقبة أحدى الشركات أو مجمع شركات لمخالفتها قوانين المنافسة بخطية مالية ثقيلة اللي هي 20 مليون دينار يعني 20 مليار من مليماتنا شو رأيكم هو مجلس منافسة هو من المؤسسات اللي يجب تكون قوية يعني يجب تتوفر لها كثير من مؤسسات الدولة كلها يجب تكون قوية وقوية لا خطر هذه مجلس منافسة معناها موقع متاعه مهم جدا لأنه هو اللي يسهر على حركة المرور بصفة عامة المرور الاقتصادي بصفة عامة نعم فبالتالي يجب تكون مؤسسة قوية عندها من الإمكانيات عندها مخابر عندها بشتنجم تكون متابع وخاصة هي إلى حد اليوم الحقيقة احنا كمنظمة عندما نلاحظ حاجة نرفع إلى المجلس بشي يقوم بهذا الدور لازم لكن كذلك هو عنده تدخل طوعي يعني يمكن أنه كذلك يراقب حيف مه فمباشرة ينجم لأنه هو فيه قضاة عدالة يعني هو يسعى لتطبيق القانون ومعنا الأوامر التي تسير القطاعات هذه بالتالي هو ينجم يكون تدخل تلقائي عندما يحس أن هناك أشياء مخلة ومضررة حتى بالاقتصاد بصفة عامة أو عدم تطبيق بعدالة لمفهوم هذا التنافس ويقف ضد الكارترات واللوبيات التي يمكن أن يقع التفاهم في قطاع من القطاعات تفاهم تحت الطاولة وفوقها على كل محريص على تصدي لمثل هذه الممارسات وبتبع الحال يعمل مع بقية المتدخلين في كل المجالات عندما نرفع قضايا للمجلس فهو عنده صلوحية أنه ينظر فيها وينجم إنسان أسا تشكي حتى موضوع المنافسة لو ثمش كون منها شركة تتضرر من ممارسات شركة منافسة لها بطريقة غير قانونية بالتالي يتناجم كذلك المواضيع ولا القضايا اللي أثرتوها مع مجلس المنافسة وين وصلت وقعت المتابعة بنسبة كبيرة بنسبة مكوش راضين عليها فما تفاعل ما فاماش هو هو الحقيقة أحنا يفترض أنه يكون الساعة عندنا ممثل منظمة في المجلس إلى حد الآن هو المجلس منذلك يتكون عنده بعض أشهر يعني اكتمل النصاب بمتاعه وبتباع الحال وهناك الآن رئيس والبرح كان لي حديث مع سيد رئيس المجلس سنواصل بتباع التعامل لبلوغ نفس الأهداف اللي نعمل من أجلها كذلك لأن المجلس وقعت تغيير في نصف الفطرة المنضاء تالي إن شاء الله نسعب بعد سنة ممثل المنظمة ينجم يكون ضمن تركيبة هي تركيبة الخانونية للمجلس تفرض أنه يكون فما ممثل المستهلك نعم بالتالي هنا لأن المنظمة عنا من الشكيات التي وصلنا وعنا الصدى عن المعلومة بالتالي يمكن نفيد بها كذلك المجلس في كثير من التفاصيل إلى خيره في انتظار ذلك كل الوكانت عنا قضية نرفعها للمجلس وهو باتباع الحال نتابع معه مدى تطبيق هذه المساعد فبالتالي الكلنا لابد أن تكون هناك معناها حركية وهناك معناها عمل معناها متجانس من أجل أن نكسب الريهان باش نجم ونتصدل لكل هذه السلوكية اللي هي الحقيقة وليت كأنه مسلم بها كانها موجودة في المجتمع متاعنا وولينا احنا من تونسي معناها هاكم تونسي ما يطالبش بحقوق وليا كانوا مسلم يقول لك أنا تحب لي برشا جري وبرشا وقت وبرشا فراغ وبرشا مصروف ما كتعرف يعني في دولة من الدول وقت اللي يعني تطلب قهوة وتجي كبير ترفع قضية على الفور وفي غضون معناها أيام قليلة تحصل على مبلغ تعويض تعويض لهنا يجبك تجري معناها عشرات منقوش عشرات سنين يعني أحيانا سنوات ولكن في النهاية معناها هذاك عليش احنا كمنظمة ما ننواكب ما يجرى في الساحة والأسواق لكن في نفس الوقت نشتغل على المستقبل هذاك عليش احنا في تواصل مع كل الوزرات وكل منشهات من أجل تحسين هذه المردودية العمل هذا بش نصبح أن المواطن بش يحس بالكرام وقت يبدأ عنده منها تعرض على مخالفة وعملية تحيل أو مش عارف أي شكل من الأشكال يلقى طريقة سهلة بش نجر يسترجع الحق في أقرب الأجال ووقت يحس بأمان ويحس اللي هو ثم مؤسسات تحميه واضح شكرا لك يا عمار وللحديث بقية طبعا العديد من المواضيع تطرح نفسها إن شاء الله تكون حاضر معنا الخميس المقبل في معدنا القار ونحكيه على برش حاجات منها العلوش وغيره نذكره أنه الأضحية سنة مؤكدة على القادر من أوسط ماله معناها الإنسان اللي عنده مؤونة شهر وعنده معناها فلوس متفضل عليها وعنده مصروف أهله وبيته وعياله ولروج لدين لصف لا حتى شيء أموره كل واضحة فالمبلغ هذاك معناها قادر عليه بكل يسر وسهولة قوس نفتحوه في إطار معناها تقديمنا للموضوع أو أحد مواضيع الأسبوع المقبل في فقرتنا الأسبوعي القارة للدفاع عن المستهلك شكرا لك الأستاذ عمار رضي شكرا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك مواصلين في الفقرات والأركان القارة في الاستضافات في الأنغام في الروبرتاجات وكل ذلك بعد رياضة للجميع يسبح الخير يسبح الورد والفل والياسمين والطاقة الإيجابية إن شاء الله يا رب ينهاركم اليوم ويبدأ بنشات ثم برش عبادي يتعد على يوم لي اليسر سايب والنهار يسر سايب من غدوة يسبحه وبدأ نمتعهم في حالة خمول يسرتوه تبدأ فيه برشة وجاعة صحتوى العبادي اللي استعملوا وبدأ نمتعهم برشة قبل بنهار تنقع لمفاصل كل توجه متع ليدين متع الرقبة متع لكتاف متع الرقبة متع البسان المفاصل كلها تبدأ في حالة حاجتين تعملهم يتخو نمتع انفلاماتور يتخو أنونتع انفلاماتور في الحالتين هذي اسمه ومن الأفضل إنك تعمل حاجة أخرى اللي تجنبك تبعط عدوية كمبلتما اليومي باش نعملوا دي زيك زيخسيس اللي باش نخليو المفاصل متاعنا يتسالحو ونتمنى إنهم يكونوا ريتويل يومي كيما البروستدون بتاعك كيما قهوتي كيما تبدر حواجة كيما تخدوشك تعمل لزيك زيخسيس هذو مقبل ما تخرج لو تعدي نهارك ناشط كش نبدأوا من اللوتا ونحن تلعين نبدأوا بالمفاصل اللي عنا في السوابع تحاول تحس سقيق وتنزل على السوابعك تدو سموها باك دو سوابع هنتي تكيل عينة ميزانك بتنزل على السوابعاتك المفاصلة بتاع السوابع الكل متصرحوا تخذي نتعدى وتول مفصر نتعجل ونبدأ ندور نخور روتاسيون على اليمين وبعد نخور روتاسيون على اليسار اهنين العكس لو تسمع برشة تكتير كان خاطر الله ومنهم خاطرهم اللي هذي اللي بدن للكل جهة الأخرى وجيما نتنفس اتحارف العكس خذي يا انت اوش نقل بالسيق لكلها انتعرفوا حجم المفاصل اللي عنا في السيق وفي اللي دي خذي كملنا هوني لتع الدول الرب الكيد مهم برشة بسحة الدن خصوصي دور الانتريار مش ندور الالكستريار اوش ندور مع بعض العكس سيس على الكيد الرغطول رايما بين هوا وفزا لا نزل شعر يوم برشة بش ندز شوية قضية مش حفية اوش اوش تحس 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 عليها ما رجلت نحكي وعلى الغطول نحكي وعلى شكرا نتع الزيت تخفي كملنا الكيد طلعنا واحد اثنية ثلاثة شعر نتعب عن البس بدأ نحطها في حزين ندور ونتنفس فاختير نضيع ولا أدرك فاختير نضيع العكس على المعيساج احتي دايا بش ندز ندبط نضيع 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 عمود الفقري بش جاود مش ندور حركة دايا كما أنا قادة نعمل تلعب الهبطة متى يدي هي لتحكم من النبضة والنوف تحس وحدك كي تبدأ تخدم تحس الوحك تخدم في الكلوم فيرتبرال للوتا وتمشي وتطلع دا مش نحل يدي دو بعت مول هنا دو بعت مول هنا لزوم بلات دور واحن وقتبر بعت العكس الذي ي ب�만ي استخدم أنه سيما لاقل يحرك الارتشيكولاسون يجد رسيس واحد فقط واحد لا يغير اغو تيدي له هنا مش نحرك يدي له هنا نشد المرفق نشدها له هنا بسبس والاستابل تيجي سيبس ليس خفية ونحرك خبية نطلقتها ويدي خرج ونرجع دعنا تحرك ندخل ونخرج خبية التي ترفع كل شيء وتحمل كل شيء نقضي بها نكل بها نشرب بها نكتب بيقدو شمائن هذه ليمر هابيت من المفاس محرك اغو تيدي ونطلق لا فاما السعبكال اغو تيدي يعني داورك الكس تريو قدين على الجنة دوروش حكا اينا زمن حركنا ليزا اختشفي لسيون ولكل من اول حاجة في ساقية ملوطة حتشي رقبتي ديما ناخشو ريتم بش ما تضيعش ينبدا من صبع ساقية ونطلع ينبدا من راسي ونهبت بش ما نفلت حتى حاجة شلنهاركم زين يا ربي ينعاد عليكم بكل خير وبركة وصحة باي باي مروحة بين الفقرات والاركان القارة فقرتنا الاولى للقارة كانت فقرة الدفاع عن المستهلك معها الاستاذ عمر ضيا والان هي بالحقيقة ما نعتبرهاش استضافة لانه تبارك الله عليه معناها عرفة بنشاطه الغزير في الحقل التربوي وصديقة البرنامج الاستاذ فوزي الجبالي المتفقد العام للمدارس الابتدائية صباح الفلو اليسمين استاذ صباح الفلو اليسمين سي زياد وشكرا جزيلا وانا سعيد بالاستضافة بالعودة الى هذا البرنامج المشكورين على ذلك مرحبا بك عندي تحفظ سيدي انا زياد وانتي سيدي المربين لأفضل معناها يعيطونا بسامين احنا نقعد ديما تلامدى عندكم واحنا نعيطولكم سيدي هكا ولا ربي يستحيطك الصحة ومشكور علي العفو اذا محور اللي قانا معاك اليوم هو ملتقى ربيع البيئة بسليمان في دورته الثانية تحت عنوان محميات بلادي ثروة اولادي وذلك يوم السبت 25 ماي 2024 بمنطقة جميلة ياسر المريسة جمعت الكشفة وزوار قربص طبعا عن طريق سليمان يعرفوا المريسة ويعرفوا جميل المريسة وشط المريسة وغابة المريسة وجبل المريسة الاختيار مش اعتباتي ها فعلا اكيد هو الاختيار مش اعتباتي احنا بتبعت الحال من سنة الى اخرى نتطوره هو المهرجين في دورته ثانية في السنة الفارتة الحقيقة هو الملتقى هذا كان فكرة وكان طموحه لان نجمع معناها انشطة النوادي البيئية في ملتقى لتثمين هذه الانشطة وكانت دورته الاولى في قصر البلدية بسليمان مشكورين على استضافتهم لهذا الملتقى وانت تعرف ان النجاح يتلوه نجاح طبعا ان شاء الله ديما في النجاحات المتواصلة هذه السنة فكرنا في الملتقى في دورته ثانية قلنا لما لا نخرج به الى تحتضينه المدرسة الابتدائية بما ان هي المنبع الاساسي لهذا الملتقى وانتجات معناها المربينة والتلامذ العزاء في هذا المجال وبالتالي اخترنا مدرسة المريسة كما قلت هي مدرسة ممتازة مدرسة تطل على البحر ومنطقة جميلة في طريق قربصي طبيعة خلابة ومنطقة بيئية بامتياز وان شاء الله دائما تقع مراعاة الجوانب الإيكولوجية والبيئية لمنطقة الجهة الشرقية من الوطن القبلي عموم الوطن القبلي هو لحقيقة يعني كله متميز بتنوع وثارة طبيعي معناها لحقيقة لا يوضح من الجبل الى البحر الى الغابة حاجة لحقيقة معناها كي نشوفه السور احيانا كي تقوله هذه في الوطن القبلي في تونس في المريسة وفي قربص أو في سليمان أو في غيرها أو الدولة أو بريجة أو المناطق الجميلة هذيك معناها أحيانا ما يقوله سبحان الله كيفاش هذية الجمال الطبيعي والتنوع هذية موجودة عنها ونحن فاطنين به هي ربوع تونس ربوع جميلة جدا احنا أحيانا نكتشفها من خلال السور وما ذكرتها معناها ربما عندما نشاهده في السور فنتفاجأ ونقوله هذه بلاد في تونس هذه منطقة في تونس ولكن هي ربوع من الشمال الى الجنوب يعني مناطق جيدة وحتى باش ما يتغشوش عليه ربما المدرسة الأخرى السنة اخترنا المريسة معناها هذا الفضاء وان شاء الله يعني يمبرمجين في السنوات القادمة في الدورة القادمة في كل سنة تكون في مدرسة من مدرسة الدائرة ان شاء الله اذا برنامج الملتقى ومعناها اهم محاوره الملتقى كما قلت لك سنة فكرنا في الدورة الثانية اننا نحاول نطوره على الدورة الاولى في الدورة الاولى كان مجرد معرض لمنتجات التلامذة والمعلمين في الانشيطة النوادي البيئية ونادي المسرح ونادي التربية على المواطنة نعم ببعض المسرحيات أشرة وثاقلة غير ذلك هذه سنة فكرنا منذ بداية سنة قلنا في إطار معناها التعليم التحويلي وامتداد الحياة المدرسية خارج المدرسة فكرنا في التطوير هذا المرجع التعليم التحويلي هذه مقاربة معناها تربوية جديدة transformative learning بالانجليزية فعلا وربما من الدوائر والتفاقديات الأولى في تونس اللي بدأت تطبق فيها اللي هي تفاقديات المدرسة الابتدائية بسليماني اللي تشرف عليها فعلا مشكورة تكساها والحياة المدرسية في تعريفها في الأساس هي امتداد للتعلمات داخل الفصول ولكن حبينا نفط معناها للجميع أن في إطار التعليم التحويلي أن التعليم ليس بين الجدوران فقط وإنما هو يمتد إلى ساحة المدرسة إلى الحي إلى الفضاء إلى المحيط الأرحب وبالتالي فكرنا قلنا انتلاقا من التعلمات داخل الفصل نذهب إلى النادي وربما سنضرب مثلا على ذلك فيما بعد ثم نخرج إلى الفضاء الأوسع اللي هو معناها تونس وبالتالي فكرنا في المهميات خاصة نحن نتحدث عن المجال البيئي فكرنا في المهميات قلنا كذلك لماذا لا نطور زيارة بعض المهميات وركزنا هذه السنة على مهمية أشكل أغلب المدارس زاروا مهمية أشكل وسنرى منتجات للتلميذ في مجال القصة في مجال المصرحيات في مجال الشعر في مجال الفن بصفة عامة والموضوع الأساسي لهذه الانتاجات الفنية هو المحور الأساسي هو كما قلت تحت شعار مهمية بلادي ثروة بلادي كيف نحافظ عليه في أتار المزدام أعود إلى البرنامج قلنا لماذا لا نطور البرنامج هذه السنة فندخلوا عليه صبغة إذا فيه جديدة وهي تمثلت في كما هي موجودة أمامكم في ملتقى يعني عفوا نسمحني في ندوات نعم ندوة تدخل على بعض المداخلات العلمية تسبق يعني زيارة المعرض إلى غير ذلك والمشكورين معناها من اتصلتوا بهم في إطار انفتاح المدرسة على المحيط لبوا الرغبة مشكورين إذا نجد المداخل الأولى السيد معتز جراب اسمح لي بيستمعهم معناها مشكورين في علاقة تحت عنوان يعني مداخلت ستكون المحميات الطبيعية والحداقة الوطنية بنابل بصفة عام الفرق بين المحميات والحداقة ولكن بصفة خاصة بنابل بمعنى أن نشتغل في نابل نعم يعطينا فكرة ثم نمر إلى السيدة وفاءة بالطيب هذا بتبع حال في إدارة الغبيت نعم وزارة فلاح الثانية مدام موفيب الطيب مشكورة من وزارة الشؤون الثقافية ستحدثنا عن التراث الطبيعي المحميات غير مصنفة ثم نمر إلى الأستاذة السنية المعمري محمية إشكل بالتحديد لأننا خصصنا محمية إشكل هذا الفضاء هو فضاء للتنوع البيولوجي نعم ومشكورة على ذلك وهي أخصائي أستاذة في علوم الحياة والأرض ثم نمر إلى السيد محمد الزباوي وهو هذا فتحنا كذلك على المجتمع المدني وهو عضو من الجمعية التونسية للتنمية المستدامة نعم وخلينا نحدث المشاهدين على المداخلة الأخيرة اللي هي للأستاذ المتفقد العام للمدارسة الابتدائية ورئيس دائرة التفقد البيداغوجي بسليمان الأستاذ فوزي جبالي حضرتك الحياة المدرسية والتعلومات الحدود والامتدادات الحدود والامتدادات نحب نبين من خلال هذه المداخلة أنه فيه كنت نستمع عن سي عمار بلنا سي عمار سي عمار غير يسمى نظام كفاء المستدامة نعم وكل حقيقة نسمعها حتى في الأعلام في الخارج نسمع أن المدرسة الابتدائية محمول عليها أنها معناه تدرس يعني الثقافة الاستهلاكية نحب نقول لنا من هذا المنبر أنه المدرسة الابتدائية الحالية صحيح أن هناك بعض الرهانات التي يجب أن نشتغل عليها في الإصلاح التربوي القادم ولكن يجب أن نبني على ما هو موجود لأنه ما هو موجود الآن في النصوص القانونية الحياة المدرسية هكذا تعريفها في الأمر المنظم للحياة المدرسية الحياة المدرسية هي امتداد للتعلمات يعني داخل الفصل يعني هناك امتداد لا حدودة للتعلم داخل الفصل الطفل يتلقى معارف صحيح يتلقى معارف ويكتسب سلوكات ومهارات ليوظفها خارج المدرسة خارج الفصل المدرسة فالتربية على الاستهلاك وإحنا كنت تستذيف معناها للمستهلاك التربية على الاستهلاك والتربية على الصحة هي موجودة في برامجنا ونشتغل عليها بطبيعة حالة هذا يكفي أن نكون فيها المدرسين كيف يتطرقون إلى هذا وهذا اللي قيمين به معناها في وزارتنا مشكورين بالإضافة للمدخلات العلمية الأربعة التي تأثث معناها برنامج الملتقى تمش نشاطات أخرى وشكون مدعو أو مدعو للمشاركة والحضور في هذا الملتقى المدعوين في الحقيقة هم من شراءها التربوية بصفة عامة وجهت الدعوة إلى وزارة التربية مشكورة وإن شاء الله معناها يلبوا الرغبة وعملوا في سنة الفارتة كانت تمشكون ممثل لوزارة التربية وفي الحقيقة ديما يشجعوا فينا بمثل هذه المبادرة التجديدية السيد المندوب الجيهوي للتربية بينيب المشكور وعدني بأن يكون حاضرا أو من يمثيله من المجتمع المدني هناك جمعيات بطبيعة الحال لا ننسى مديرين المدارسة الدائرة بالأساس والزملاء المتفقدين في جهة نابل وهي دعوة مفتوحة كذلك لكل زملاء المتفقدين من يستطيع الحضور مرحبا به والمربين والتلميذ المشاركين في نوادي البيئة بسفة خاصة وبعض الضيوف الآخرين من دوائر تفاقد القريبة منها مشكورين لبوا الدعوة وحبوا يحضروا الملتقى وحبوا يواكبوا وبالنسبة للأنشطة بعد هذه المدخلات سنمر إلى تكريم زميلي المساعدين في درجان حيلة على شرف المهنة وقدم الكثير للتربية قلنا لما لا هي فرصة لتكريمهم سي سلم الغريشي وسي زهير الكبير مشكورين وإن شاء الله رب يطول في عمرهم ثم نمر بعد ذلك إلى زيارة الفضاء اللي هو الفضاء يكون في شكل معرض لمنتجات المتعلمين في ناد البيئة ولنا نرأي المنتجات في علاقة بالتعلمات كيف يحافظون على البيئة بتحويل المواد ورسكلة المواد البلاستيكية وغيرها إلى وسائل تعليمية تعلمية وإلى منتجات تعاونهم في الدرس وتحافظ بشكل كبير البيئة ثم فكرنا كذلك أنه تكريم للسيد المربيين هناك مربية معناها عندها إبداع في الفنون التشكيلية قلنا لما لا نحتضن كذلك عندها لوحات فنية تعريبها ويكتشفها المربون الآخرون نذكر اسمها سيدة مرشد المربية الفنينة المربية الفنينة إن شاء الله هي تكون بادرة للنسي وبعد ذلك نمر إلى فقرات تنشيطية فيها تنشيط للأطفال فيها عرض المسرحيات فيها علاقة بالمجال البيئي فيها عرض لأسرة وثائقية اللي يزاروا محمية أشكل أو غير ذلك اللي يزاروا سبخ تسليمان كذلك فيها بعض التجارب للمربين المجددين وفيها مسرحيات كما قلت لتلامذة والأغاني في ما يتعلق بالمجال البيئي نعم يعطيك سحم جزيل الشكر الأستاذ فوزي جبالي المتفقد العام للمدارس الابتدائية ورئيس دائرة التفقد بسليمان هكا نعم كان مضوع اللقاء معك هو ملتقى ربيع البيئة بسليمان في دورته الثانية لحقيقة نشط مميز ومتنوع طبعا الموعد السبت 25 ميه 2024 والمكان هو مدرسة المريسة الابتدائية على مرمى حجر من مدينة سليمان الفيحة نعم فضل سيبوزي مشكورين يأتيكم الصحة على هذه الدعوة لتقديم هذا الملتقى هذا واجب والدعوة مواجهة إليكم الحقيقة معناها معذرة أنا نعرف الأمور الإدارية لابد من مرسلة التلفزي الوطنية أو غيرها من الإذاعة المدة سابقة وما نجمش طول نوزي لكم الدعوة للملتقى ولكن هي الدعوة مباشرة إلي نجم يجي واكب الملتقى إن شاء الله يكتشفها شيئا جميلة ومربا بك أكيد ما نشكوش في ذلك مشكورين شكرا جزيزي زمنيتنا بالتوفيق والنجاح ويعطيك مصحة على هذه المبادرات الطيبة مواصلين في الفقرات والأركان القارة العناصر المسجلة الربط المباشر مع الجهات الاستضافات والأنغام أيضا ونغام هذه المرة دائما وابدا من اختيار فريق أعداد البرنامج بإمضاع الفنانة نبيها كاراولي مواصلين في الاستضافات الأحقيقة من سي فوزي جبالي المتفقد العام للمدارس الابتدائية وكان رقانا معه حول الملتقى البيئي التربوي بالمريسة بالذات إلى منطقة إلى جهة عزيزة على قلوبنا لا تقل جمالا عن جهة الوطن القبلي ومش بعيدة أيضا وهي جهة زغوان وشرفنا منها بالحضور الدكتور كريم الحسيني المدير الجهوي للصحة بزغوان مرحبا بك دكتور بركة الله فيك ونشكركم عن الاستضافة العفو هذا واجبنا إذن قبل ما ندخلوه في صلب الموضوع الرئيسي اللي هو الملتقى الطبي الأول للصحة بزغوان هات نحكيه شوية على واقع الصحة العمومية في زغوان من خلال استعراض بعض المعطيات والأرقام دكتور في زغوان الصحة في تطور مستمر نعم احنا عنا سبيطارات سبيطار جهوي في زغوان مستشفى جهوي في زغوان نعم عنا مستشفىات محلية في الفحص وفي النظور النظور فيها دائرة صحية أخرى تبع سواف عنا جروب موندو سانتي مجمع صحة عمومية مجمع صحة أساسية اللي يضم مستوصفات نعم ويضم دائرة صحية في الزريبة ودائرة صحية في بير البشارك نعم عنا أقسام استعجلي في سبيطار الجهوي قسم استعجلي كبير وعنا أقسام استعجلي في سبيطار الفحص نعم في النظور في صواف وفي بير المشاركة نعم كإدارة جهوية كإطارات وكمواطنين متعاملين معها راضين على مستوى معناها التجهيزات المردود متع الأعوان والأطباء ربما تتطلعوا لما هو أفضل فما مشاريع تتمنوا أنه تحدث ولا تنجز هي مزالت أفكار ولا مخططات ولا في طور الإنجاز هو يدخل في كيمة البلاد كاملة ماشينا نحسنه نعم 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 نخدم بلي عندنا عنا تجهيزات باهة عنا برسونيل ميديكال وبراميديكال وإداري وديزوفري عاملين مجهودهم نعم بالإمكانيات المتوفرة خاطر ما تنساش اللي بريد التالي أربع سنين ما فيماش انتدابات صحيح ما فيماش انتدابات نظرا لضغوط المالية على الميزانية هذا هو السبب هذه بلاد كاملة نعم نحن نخدم بلي عندنا نحاول نطور بلي عندنا نجيوا على الجماعة اللي يخدم معنا يخدموا دوبلو يعطيم الصحة نغتنم الفرصة لإناب نعم نوجه تحية لكافة ضباط وأعوان وإطارات الجيش الأبيض بولاية زغوان في كافة المواقع وفي مختلف المستويات من العمل إلى الأساد الاستشفائيين الجامعيين إذن الحدث هو ما زلت عندك إضافة في هذا السادة الدكتور أنتبتور قاعدين حسنو قاعدين جيبوا في المختصين المختصين بأطباء الاختصاص في المستشفى الجهوي تقريبا عننا تسعين من اختصاص من الاختصاص وعننا سبعة أقسام جامعية نعم خارقا الوبجيكتيف متاعنا اللي بيش نخلطوله إن شاء الله الهدف متاعنا والحلم متاعنا متعجية الزغوين الكل أنه يكون عنا مستشفى جامعي هذاك هدف إن شاء الله حلم كبير بيش يعاون ان تخطر مش واحده بيانسير بيش يعاون على حلين برشة مشاكل صحية في أقرب الجيل تحظى الزغوين الفيحة بمستشفى جامعي هذا تقريبا عموما أهم ما يمكن أن نقوله على الصحة في الزغوين الحدث هو الملتقى الطبي الأول نقوله للصحة ولا للإدارة الجهوية للصحة ولا للصحة العمومية بزغوين ما هي التسمية الدقيقة دكتور هو أحنا من اللي دخلنا ما نهى عنا عامين ونص في زغوين ركزنا برشة على التكوين مستمر نعم هو للأعوان للطبة للبراميديكو للإداريين الهدف متاعنا تطوير الخدمة وتحسين الخدمة للمواطن بصفة عام عملنا كالكو جورني أيام أيام طبية قبل ما طوى طورناها ولا اسمه هو المؤتمر الأول للإدارة الجهوية للصحة نعم المؤتمر الأول للإدارة الجهوية للصحة بزغوين طبعا أول حاجة بش نسألك عليها هي الزمان والمكان التاريخ والفضاء اللي بش يحتضن هذا نهار السبت هذي إن شاء الله إن شاء الله في المركب الاستشفائي بجوال الوسط أي أما كنقوله بزغوين من أهم المكاسب متاع وليد زغوين هو المركب الاستشفائي بجوال الوسط الوسط وخاصة أنه فيه حاس معلوماتي وحدة مختصة للمعالجة من الإدمان هكا ولا يا دكتور اللي ربما حاجة استثنائية على المستوى الوطني لكل وبريسك بش تكون فيه تجربة بيلوت نعم تجربة نموذجية نموذجية بتاع دوايات جاية من البرا نعم لما يحاوليه بش يعطي نتيجة مهمة برش نعم وبش تكون سنتر بيلوت هو بيعته سنتر بيلوت طبعا نعم هو كان أساسا للاستشفاء والمعالجة بالمياه المعدنية نقبل ما زال نفس الدور يقوم به هكاكا بالوسط ولا معالج يقوم بالدورة دي يقوم بالدورة دي وإضافة إلى معالج لإدمان اللي هي حاجة كما قلنا يعني على المستوى الوطني تقريبا هو المركز الرائد في هذه المسألة نعود إلى المؤتمر نعم إن شاء الله نعود إلى المؤتمر الطبي الأول إذن أنا قلت متاع الإدارة الجميلة الصحة بيزغوين أما هو موش متاع زغوينك هو على خاطر بش يجينا ديجا حسب حسب لإنسكليبسيون طوي فريس بيتنو خمسين طبيب بيتنو خمسين طبيب من كافة ولايات الجمهورية بيه برش هو بش يكون مؤتمر طبي ثالي برش نعم دونك فيها سيس بخزونتاسيون بلينيار معناها ستة محاضرات صغيرة نعم في القروندسان دونك في القاعة الكبرى في القاعة الكبرى ركزنا فيها على الأمراض المزمنة أمراض الدم أمراض السكر نعم الهدف متاعنا أننا نتقصاوا الأمراض هذيك ونخذوها ان شارج قبل قبل التعاكورات والمضاعفة أحنا المتساند بخميغليني معنا أطباء الخط الأول نعم الواجب بنتحم هو أنه يفيقوا بالمرضى هذيك بكري وأنه ما يخليوش المريض يوصل بكري لحالة المضاعفة كنت أمامنا المعلقة الجميلة متاع المؤتمر هاي قدمنا دكتور ميسلس ميسلس نجمونا نشوفوها مع بعضنا طبعا قاعد اللاحظ أنه معناها كونفيرانس و أتولي محاضرات و وراشات محاضرات وراشات فيهم أكثر جانب التطبيق جانب التطبيق لكونفيرانس فيهم كما قلت لك الأمراض المزمنة أشتيا و ديابيت خاصة وفعنا يعني إذا غدت الدم هكا والسكري والسكري والشتر الثاني على أمراض الشيخوخ أمراض الشيخوخ على خاطر تعرف البيراميد ديزاج هاي الهرم السكيني ولا معناها بصفة عامة عدد المسنين ويزيد في تونس نظرا لها تعويب أخذينا أكثر حاجتين يجيونا للإستعجالي والسكري فعمالي هما لزيورجانس نورولوجيك معناها الأمر العصبية المستعجلة معناها لزيورجانس نورولوجيك ولشوت اللي هي اللي هي قدر الواحدة كبيرة لتياه مش كيما صغير كيما الكبير الكبير نحن نكون عنده مضاعفات بعض هدف متاعنا كيفاش ندويهم نعم وكيفاش ندفادوهم نعم كيفاش نتوقعهم معناها الوقاية الوقاية قبل ما يصير ما يصير إن شاء الله الفايدة تعم نعم لأطباء تاع الصف الأول لبغامي ديكو لإطار شبه الطبي لإطار شبه الطبي نعم والإطار الإداري نعم بعد اخذينا لزيورجانس اللي هو معنا الورشات الورشات الكل هم بريسك أمور تطبيقية نعم بي اخذينا فيهم بليزور تام عدد محاور عدد محاور نعم أمور قانونية تثقيف قانوني كيفاش تكتب وصفة طبية كيفاش تكتب بدويات مخدرة للبسيكوتروبي كيفاش تتصرف بيش تكتبهم شكون عندو حق يكتبهم شكون عندو حق يسر بهم نعم كيفاش ما ندخلوش في مخالفات قانونية تجاوزات قانونية تثقيف صحي تثقيف قانوني الكل للإطار الطبي والشبه الطبي نعم اخذينا لغاز دي سان كيفاش تقرى لغاز دي سان كيفاش تعمل اخذينا كيفاش نتعاملو معا من قبل المجيل الاستعجالي نعم ويوسط الاستعجالي وبعد وين ترقدو نعم دنك واخذينا زادة الجسيون دوسترس عند أعوان الصحة تصرف يتعرضوا لبرشة ضغوطات مهم برشة نعم ما يجيهم كان المريض واليجي مع المريض بتبيعتوا يكون على عصابه صحيح ويشوفوا برشة مرضة دي جاء على خاطرهم هم تاعبين يخنوا في 24 أور وبال 18 أور يتودون تلقاهم تاعبين وعلى عصابهم صحيح كيفاش يحاولوا يتحكموا في عصابهم باش يعطيوا بسمة للمورة اللي بقابلهم ايه وتكون المورة لأفضل ما يرام هذا هو عموما معناها اهم بيجيبنا في السواب نساء لا نساء لا اهم ما يمكن ان يعني نذكروه وعنا زادة سيونس بوستر بمعنى معنى هذه هي علش قيدونا زادة برشة ناس من كامل الولايات الجمهورية ايوة اللي عنده ترافاي ان بوستير إلكترونيك باش يقدموا يبعث بعث اللي زابستراكت بتاعه عنه اكيب كاملة تشوف اللي بوستير بالوسائل الافتراضية معناها باليميل وبغيره قاعدين تتلقاوا في الأعمال هذية من كامل تراب الجمهورية نعم يجيوا يقدموها نهارتها خلق لعك يقدموها ياخدوا شيء هذا كله على ذكر الضيفة باش تعملوا بهم دورها ما هو في زغوين او كيكا بنحاولوا نحاولوا خاطر بالحق معناها بسها طبيعية خارقة خارقة وننصح برشة ناس باش دورها هوها نضيف اي هو أصلا ماستحقش لسبيتار ولا المستوصف يعني تعدي أيامات في زغوين معناها طبعا النفسية تتفرهد وحتى الصحة تتحصن تتحصن كيف تبعد أنت على حواجي يضر كي تتحصن طبعا أكيد وهذا كله في الكونغري راو إليك راتوي مجاني حابنا حابنا نعملوه مجاني باش ناس كل سهل بالنسبة لهم يجيوا باش الفايلة تعمل الناس الكل ووصل البرومي إن شاء الله مش الأخير إن شاء الله كل عام بقدر تربي احنا عملنا ترواجوا لنا دجاء بتعليدار الجويل برنامج ثري وحافل المؤتمر الطبي الأول للإدارة جويل الصحة بزغوان يوم السبت 25 مي المقبل بالمركز الاستشفائي هكا نقوله بجبل الوسط بجبل الوسط مشكور جزيل الشكر المدير الجويل الصحة بزغوان أبدا كريم الحسين إن شاء الله إن شاء الله ماذا بينا والله العظيم نعرف طبع هوها باهي وكعك الورقة بالنسبة والحمام زدها من المساوي هذا محلول هر السبت طبع حتى لجور يا أخوية ماذا بينا لو كانت متاحة الفرصة والإمكانية هذه الدعوة معناها أشوف الكتاب دا ثم معنتها تقاطعات على المستوى السياحي وعلى المستوى الاستشفائي وعلى المستوى الاجتماعي معتها بذبت لك غياب كما قلت الدكتور لكل اللي فائدت المواطن والإضافة للبلاد والعباد مشكور جزيلا شكر مرة أخرى الدكتور كريم الحسيني المدير الجهوي للصحة بزغوان وذكركم مرة أخرى بالموعد مع الملتقى الطبي الأول لإدارة الجهوية للصحة بزغوان برنامج حافل وتري السبت 25 ماي بالمركز الاستشفائي بجبال وسط موصلين في المباشر في الاستضافات في الأركان القارة في الأنغام وفي الرابورتاجات أيضا والآن ملمح لحرافية نكتشف مع بعضنا إبداعاتها مهندسة كيميائية صاحبة مشروع في تثمين التين الشوكي البيولوجي موجود نثمنه التين الشوكي البيولوجي تخرجت 2012 وقررت بش نعمل مشروع في معتمديتي معتمديت حفوز وداية القروان اللي حبيت نثمن الثمرة المعروفة بها القروان اللي هي التين الشوكي البيولوجي ومعلغة شخش وشفت اللي اللي هو ببغمي اللي بخدويل واللي ومطلوبين برشا في العالم دونك بدأت الحلمة اللي أنا بتبيعتي نحب نرجع لأرض جدود بش نثمن ثمرة نحبوها الكل وتربين عليها ونعرفوها الكل اللي هو الهندي البيولوجي وكانت الانطلاقة 2016 احنا اهم بخدويل عنا اللي هو والبخدويل الرئيسي اللي هو زيت بذور التين الشوكي البيولوجي اللي هو يعتبر طويقة من أغلى ومن أثن الزيوت في العالم مطلوبة في العالم في صنع المواد التجميل الطبيعية والبيولوجية شو هو الثوائد بعد الزيت الزيت هذا يعتبر من أنفع الزيوت ضد التجعيد في الخلايا الميتة يغذي البشرة خطر وغني بمضادات الأكسدة وبهي استعملات للبشرة ضد التجعيد ويوقف أعراض الشيخوخة بدنا بتلاثة منتوجات واللي هو الزيت بذور التين الشوكي والخل نتاو طويقة عملنا ثمننا الزيت هذية في منتوجات طبيعية تجميل طبيعية ثمننا وعملنا زيدا أخذينا كما الكريم كما لزويل دوماساج لسعفان لبخودويت كابيلار وزيدا أخذينا ثمرة أخرى حبينا زيدون ثمنها اللي هي ثمرة معروفة في تونس اللي هو الرومان زيدا عملنا زيد بذور الرومان وعملنا خل الرومان واللي شاركنا به في مناظرة الوطنية المنتجات المحلية اللي أخذها ميدالية ذهبية في 2022 زيد الرومان هو يعتبر للتاش يعني للبقعة الداكنة والهالات السوداء والأهم من هذا الكل اللي الرومان هي من أنفع الثمرات اللي هي أحنا ثمناها في الثمرة هذيكة في خل الرومان اللي هو غنيب مضادات الأكسداء هو يعتبر من الفخويغوش الفلافونويد اللي هو من أغنى مضادات الأكسداء اللي يستعمل كاستعمالات صحية ونجمه نبدلوها بحاجات نبدلو الحاجات الكيميائية بحاجات طبيعية اللي هو خل الرومان طبيعي التونسي ولا يعرفها ولا يفرق ما بين الحاجة الطبيعية والحاجة الكيميائية ولا ثم طلب وتصنع سوق الحاجة اللي هو تصنع سوق وفي السوق يولى طلب أكثر خطر أحنا ولينا نصنع الطلب خطر ولا سوق ما عادش ما كنش نعرفه صنع المواد التجميل في تونس دونك ولينا تصنع سوق والسوق ذاك تصنع بزوان وصنع طلب راحنا من 2016 نشاركه في معرض معرض الفلاحة معرض الأختيزانات السناعات التقليدية شاركنا في 2022 في معرض الفلاحة في فرنسا والله كان صادية به برشا كان أفرطيوغ لنا أحنا على الأسواق الخارجية وكانت الحقيقة حاجة اكتشفنا إلي الزيت معروف ولا مطلوب برشا في البلدان الأوروبية حاجة وكان إقبال على منتوش تونسي وكانوا التوينس اللي عايشين في فرنسا يحبوا حاجة تونسية يعني أفر الفوائد متاعه أسعارنا في المتناول حتى أسعار متاع غابوخ كاليتي بخي يعني أسعارنا في المتناول ما نعملوش صوم باش نهرب الحريف نعملو صوم معقول كيما نبيعو للسائح كيما نبيعو للتونسي نوصل في الاستضافات ويشرفنا بالحضور كل من الأستاذ مهدي الجرفي المندوب الجيوي للثقافة بزغوان بولاية بن عروس كنا في زغوان ما نشب عاد كنا في زغوان مع الدكتور كريم الحسيني المدير الجيهوي لي صح بزغوان من زغوان نرجع إلى بن عروس باش نحكيه فن وثقافة مرحبا بيك سيد من دوب شرفنا بالحضور وأيضا صديق طبعا معزل العشوري للفنان والممثل والمخرج المسرحي والمدير اللي هي الصفة الأخيرة معناها ربما الأقل الأهمية بالنسبة لك فنان على مسؤوليتي مدير مركز فنون الدرامية والركحية بال بن عروس للدعابة فقط معزل العشوري لا لا بتبعها أكثر حاجة واحد يجري عليها هو فنان طبعا المسألة هذه كمسألة وظيفية فقط تمشي في وقت ما لكن النقد والآخر عمرنا فأنت تمارس في الفن نعم فماشي روتريت في الفن طبعا والفن دائما استثناء وتميز معناها لا يحظى بشرف هذا الاستثناء ولا هذا التميز إلا القليل إذن الحدث كما كل عام هو سيد مندوب مهرجان علي بن عياد المسرح السناء في دورته الثالثة وثلاثين الانطلاقة كانت يوم 18 ماي وطبعا متواصل إلى غاية السبت 25 ماي أهم ما يمكن أن نتطرق له فيما يخص هذه الدورة شكرا استاذنا هو المهرجان علي بن عياد في دورته 33 جاء بعد انقطاع دام سنوات أربع سنوات يعني لظروف موضوعية والأخرى إدارية حبينا تنجد المندوبية الجهوية للثقاء بن عروس قبل حبينا سناء ندخل في شراكة فعالية مع مؤسساتنا المركز مركز فنون دراميو الركوحية بن عروس بإدارة صديقنا وزميننا معزع شوري حبينا نشرقوا المؤسسات وبدأت الانطلاق التقديم تقريبا الإعداد والتحذير منذ 6 أو 7 أشهر حبينا يكون تنظيم بشكل مغير غير المعهود فكانت الفكرة ويتقام في فضاءات مختلفة فضاء المركز المركب الثقافي حمام لنف مركز الكنيسة ساماريبي حمام لنف ملعب كورة السلة مكتبة العمومية الأطفال حمام لنف زيادة المكتبة العمومية كهوة حمام لنف باشتشمل الندوات ومجالس الحوارية فكانت هذه حتى المعالم الديني على غير مقام سيدي بوريغا معالم الكنيسة ملعب كورة السلة كما قلت يعني تنوع كبير في الفضاءات في هذه الدولة حتى تتحس لأنه المسرح مهوش حبيس فضاء واحد أو قاعة ركح أو قاعة مسرح نعم فانطلقنا الحقيقة يوم الافتتاح كان افتتاح مهيب وحضور جماهيري كبير يسر رغم أنه زان مع ملعب مع كورة القدم في رادس نعم وكان حضور مشرف انطلقنا بأهم الفقرات أنه عملنا عرض الأوركيستر السامفوني بتاع المعهد الجاوي للموسيقى بحمام نام ثم معرض علي بن عياد في سور كانت ثايق نادرة وغيرهم باشتراك مع مركز التوثيق الوطني نعم ثم انطلقنا فيه مسرحية بخارة كانت الافتتاح وكان حضور ممتاز بشتتواصل الفعاليات في المجالس الحوارية اللي انطلقنا فيها هو فما عدت أصناف يعني من النشاطات أو التظاهرات في المهرجين اللي هي العروض المسرحية المجلس الحوارية الندوات الفكرية القراءة المسرحية والورشات الفنية إضافة إلى العروض التنشيطية بالسحة الخارجية وهذه حاجة مهمة أيضا تنشيط الشارع وتنشيط المنطق والاشتغال أمس انطلقنا على القراءات النصوص اللي اشتغل عليها علي بن عياد مجمل التظاهرة فيها تقريبا أكثر من عشرين عرض مسرحي عروض مسرحية كبرى في المركز الوطني المركز المسرح الوطني مركز البلدية تونس مسرح بلدية تونس وفيرق أخرى مسرح الأوبيرا ثمحة حضور من مملكة العربية السعودية وعندنا ضيوفنا معنتها من مملكة العربية السعودية اللي عملوا مسرحية بعنوان ولادة منتظرة وكانت متميزة وكان حضورهم حقيقة عمل الإيضافة نعم بتبعى فما كما قال السيد المندوب شراكة مع عدة أطراف هي الحقيقة يعني متداخلة وحتى على المستوى الجغرافي معناها متقاربة والإشراف ونظر يعود دائما لهيكل الثقافية مثل المركز مركز الفنون الدرامية وركحية ببنعروس سيد مدير نحب نحكي على دور المركز في المهرجان ومعناها أهم ما أقدم من إضافة هو لأحقيقة أنا عندي سيفتين سيفت مدير مهرجان فني نعم أشرفت على كل العروض والبرمجة من ناحية الفنية وكذلك الندوات وصفة ثانية هو كوني مدير مركز فنون درامية فمشاركة كبيرة مع المندوبي الجهوية وشعون الثقافية في ظل ضعف اعتمادات مالية للمهرجان هذية تعرف خيازياد كان تقريبا أربع سنين ما تمش المهرجان هذا بسبب جائحة كورونا والنجم وقولوا جائحة البخل لأنه ترجع ترجع البخل المادي ولا الكسل نجم يكون خطر المادي أساسا بالفصحة البخل بالفصحة هذا خلانا يزمنا الرجعه ما يرجعش السنة بش نوليه فما تهديد فعلي تكونوا معا تشارع وخاصة أنه من أعرق المهرجان هذه دورة ثلاثة وثلاثة نعم ويحمل اسم معناها يمكن أحد أهم الشخصيات المسرحية على المستوى الدولي خليني يقول مش حتى في العالم العربي فقط لأنه وصيت علي بن عياد أنا أحيانا يعني نقرأ مقالات في بعض المواقع والصفحات يعني بلغات أجنبية نتفاجأ معناها بالقيمة الاعتبارية لعلي بن عياد على المستوى الدولي رغم معناها ربما نسبيا قصر مدة العطاء بما أنه توفي في فيبري 72 عن سن 42 سنة بالضبط معناها مسيرة حافلة واثرية كانت لها أبعاد معناها إلى حد الآن لم تتكرر هو أسطور علي بن عياد فترة وجيزة كان سفير بحق سفير تونس في كل دول العالم هو عنا معرض مهم جدا المعرض هذية فيه مقالات نادرة وصور نادرة لعلي بن عياد لأول مرة ربما لأول مرة وفي المعرض هذية تقرأ كل باللغات الأجنبية وبالعربية تقرأ شو تكتبها لعلي بن عياد في الخارج ولا في دول العربية هو هي شخصية مهمة برشو وذيك عليش أحنا نحبه رجعه حقه لدى الأجنبية هذية يزمها تعرف علي بن عياد وخدمنا على هذا بالأساس وذيك عليش تحدث سيم هذب على الانفتاح المهرجين على مدينة حمام ننف مسقط راسه مشينا فتحنا معالم وفضائيات أخرى بش يتم فيها العروض هذية وبش نتحدث البارح مثال ولا قبل بالأمس كانت عنا حوار جلسة حوارية مع سيعمر زويتن اللي عاشر علي بن عياد وكان صديقه بالفعل نعم وعلى من أشهر معناها نحكي على المستوى الشعبي سيعمر زويتن معناها الطمبورجي في مسرحية الماريشال ونعرف الكل أنه مسرحية الماريشال أخرجها علي بن عياد طبعا طمبورجي يعني عازف الطبل هو والمرحوم نوردين قصباوي بالترمبات وكان ممثل زادا طبعا مسيرة تارية عمر زويتن مسيرة تارية وطويلة لكن أنا نحكي على ما بقي راسخا في الأذهان على المستوى الشعبي في علاقة بعلي بن عياد لأخرج مسرحيات معناها لحقيقة كبيرة برشا من المسرح العالمي وأخرج ومثل أول مسرحية تقريبا مية في المية لحما ودمان يعني نصا وإدارة تقنية وفنية وسينغرافية وغيرها وهي مراد الثالث للكاتب والسياسي الراحة لحبيب العرس سنة 66 وحضي عرض المسرحي الأول حتى بحضور رئاسي أنا ذاك بالطبع كانت فمع علاقة كبيرة برشا كان الرئيس حبيب برغيبة يشجع ياسر على المسرح وكان يدفع علي بن عياد يدفع السياسة وفيتم مارس حتى تمثيل معناها في أيام دراسة الثانوية لزعيم برغيبة يعني كان ممثلا في عديد المسرحيات منهم أحد المسرحيات يقولوا فما برشا حكيين هو لما حالا نعرفه لي قربت محمود برغيبة من أحمد برغيبة ومحمود برغيبة عنده علاقة كبيرة برشا بمسرح المهم أنه علي بن عياد شخصية غير عادية بالنسبة لنا شخصية وأسطورية ولد منطقة مدينة حمام ننف دورة 33 هذية ترجع له تخلد الصورة متاعه وتمجد خدمنا على هذية مركز فنون درامية دوروا وأنه يساعد المندوبية في المهرجانات والتظاهرات المسرحية اللي عندها علاقة بالجهة هذيك هو دوره بالإضافة إلى دوره الإنتاج المسرحي فما هي الشمزية هي حاجة عادية حاجة لازم هتكون على ذكر الشراكة هذه سيد المندوب لحظت أنه معناها عديد الأطراف ربما لأول مرة كانت مشاركة ومساهمة ومدعمة على غيرار بلديات حمام ننف نعم مرادس بن عروس أيضا بلدية مدينة تونس مسرح الأوبرا مركز التوثيق الوطني وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية المسرح الوطني تونسي المركز الوطني لفن العرائس طبعا بالضرورة المركب الثقافي علي بن عيد بيحمل من النف وحتى شركات خاصة وهذا مهم بداية هذا لأنه أول مرة ربما بالضبط هذا على لسه حابت نحن الشراكة بين القطاع العام والخاص نعم نحن نتحسس فيها مخر شوية المنطبيات مكنش تعمل شراكة لأن الجمعيات تعمل مهرجان عندها شراكات كبيرة نحن سناخ أمامنا وإن شاء الله حتى يكون في مهرجاناتنا الصيفية وبالخص مهرجان أوذنا حتى نعمل شراكات مع القطاع الخاص نعم حتى تساهم في دفع المشهد الثقافي لأن الإدارة الثقافية وحدها غير قادرة يعني أنك تعمل مهرجان في قيمة التي تعلق عليه أنت أمالك وأمال الناس اللي معك نعم الشراكة اللي جات مع بلدية تونس هي ومع مركز توضيق الوطني أوتي معزي يحكي لك على المعرض في سور نادرة حتى الملابس اللي مثلت باريشال نعم قادة تعرض في الوحد حبينا أحنا تكون متكامل ما قدمه علي بن عياد من النصوص وما قدمه في المسرحيات على الأقل الناس اللي مخلطتش علي بن عياد تعرف اللي زيال المثل بها الماريشال سيحمد ابن تيجاني وغير نعم هناك أيضا حاجات يعني سنالي أول مرة كما قال سيد المندوب اللي هي شراكة مع القطاع الخاص وحاجات نادرة ربما يقول قيل بعد 52 سنة من رحيل علي بن عياد ما زال هناك الكثير مما لم يعرض أو لم يكتشف أو لم يعرف للعموم على هذه الشخصية المسرحية العالمية معناها هذا ما أنت بشاهدة عديد الأطراف هو فما أنا معناها نستغل الفرصة ونقول يلزم فما ثانيا نركبة نعم نقولها نحن بالتونسي باش نجمع أرشيف المسرح الكبير علي بن عياد اللي هو موجود عند فنانين موجود عند عائلته موجود يعني علي بن عياد لازم يكون عنده أرشيف حقيقي موجود حاليا نحن نبحث ديما عندي ستة شهور نبحث على الأرشيف علي بن عياد ومشينا المركز التوثيق من أجل هذا باش نقوم بالمعرض البارح صارت وقعت قراءة أشرف عليها الفنان المسرحي منعم شويات مع المدخلين الفنانة كوثر باردي الفنان كرام عزوز الفنان عمرو زويتن والفنانة ريمة الزريبي باش نقراو مسرحية هاملت في الدراماتور جاء مكتوبة بخط يد علي بن عياد وتشوف الخط وتشوف القراءة حاجة ترعب بالعربية الفصحة وصارت قراءة مزيانة وحلوة برشا عندي حتى فيما يسمى بالقرانسية إذا كاني غالص الحولي معناها للفصحة من شكسبير ليه مش حاجة سهلة لأنه هو علي بن عياد ما كانش يعتمد على التراجم الموجود نعم هذا هو علي بن عياد كان يعتمد ياسر على التوانسة في مسألة الترجمة ومسألة الصور السينوغرافية هذيك علشه يتسمى هو مسرحي لم التوانسة لم المثقفين من كل الفئات نعم إذن المهرجين مازال متواصل طبعا يهم المشاهد أنه يتطلع على البرنامج مثلا اليوم 23 ماي تقريبا فما زوز مسرحيات نعم مسرحيات زينة والمسرح الوطن نعم مسرحيات زينة للفنين يوسف مارس ورقصة سماء المسرح الوطني زينة في معلم الكنيسة ورقصة سماء في المركب الثقافي علي بن عياد العروض متواصلة أيضا غدوة وبعض غدوة دائما الانطلاقة تقريبا ساعة الرابعة ساعة الخامسة الخامسة والسابعة مع استثناء هو أنه مستحيل الذكر لهيفا بولاكباش في مقام سيدي بوريجا الساعة الرابعة مساء بعد غدوة والاختتام الاختتام دهار لي سيد مندوب متنوع وحبيته يعني حافل فيه عروض تنشيطية فيه تكريم للتقنين والفنانين وفي فضاءات مفتوحة هكذا ولا بالتكريم باش يكون يوم الاختتام في عرض الـ 14-11 لمعزل جديري باش يكون أهم حاجة باش نكرمه الناس اللي ما تظهرش اي ما تظهرش أمام الركح خلف الكواليس قلنا رضيها فكرة ما ننسي معزل قلنا نكرمه التقنيين عايش لا خلي يعني صحيح دورهم مهم جدا دور مهم جدا في المساعد تقنيين في الصوت في الإذاقة في الدكور في غيرها من المجالات نعم وأيضا فم عرض مهم في اليوم الاختتام الخمسة ونص ملعب كرتسلة شيئاني في بلدي عبدالله ميمون شركة تنمين للإنتاج نعم عرض يعني قصايد هو شيئان في بلدي اللي جاءت أسبرية من قصيدة نوع رسم هذا شيئاني خياب أملي هو عرض ملتزم حقيقة ستقه في القول والإخلاص وفي العمل وليثبت له في مشاكل كبير يسر مع السلطة السياسية القائمة بما أنه كان هذا شعار الحزب الحاكم يعني الحزب فرد دستوري تونسي 34-64 ثم الحزب الاشتراكي دستوري 64-87 تغيرت التسمية في مؤتمر بنزارة 64 هكو ليه سيد من ليه ليه هذا أشوف والله أنا ديما نقترب بفرصة باش نحيي مربينا ومعلمينا وأسدتنا الحقيقة اللي قرونا بصرامة وشدة وكانت المعلومة يسعى أنه يرسخ خالق في ذلك وتقعد راسخة معناها على مدى العمر فإن شاء الله في الخير إذن من عرش تشمل التقنيين اللي هما يخدموا على الكوليس لك بشكون فما مفاجآت في التكريمات إن شاء الله منحب بش نعلن عليها نخليها للجمهور بش يجي بش يتفاجأ بتكريمات أخرى مهمة جداً المسألة الثالثة أنا نقدم الشكر معناها لسيم هذب القرفي بكل صراحة على التفاعل وراه ورانا خطر قطاع المسرحي في حاجة أبش نقوله شكرك الآن على المبات لا لا في حاجة حقيقة لشكون يسمع وشكون يتفاعل ويتفاعل معنا لا لا بس أنت واضحة لأنه مش من السهل معناها استعادة أو عودة مهرجان بهذا البرنامج وبهذه معناها العروض وعلى مدى أكثر من أسبوع تقريباً ثمانية أيامة يعني بالمتاح بالإمكانيات المحدودة بالإمكانيات الإدارة الثقافية حبيت زادة كذلك بكل الشكر نشكر إدارة المركبة الثقافية علي بن عياد اللي مجندة ليلة نهاراً وزملائنا في المندوبية اللي ماكتعرف مندوبية نخدمه على مدال عام صحيح نحضرنا في شهر التراث نحضره علي بن عياد وتعبنا فيه فهم ألف شكر زملائنا كذا نعم وإن شاء الله موافقينه دائماً نعم وجزيل شكر لكم الأستاذ مهذب القرفي المندوب الجهوي للثقافة بابن عروس أيضاً الفنان المخرج المسرحي ومدير مركز فون درامية وركحية بابن عروس معز العشوري ومزالت العروض متواصلة إلى غاية يوم السبت دورة الثلاثة والثلاثين لمهرجين علي بن عيد يومياً العديد من العروض الأربعة الخمسة الستة السبعة متع العشية في فضاياة مختلفة نجمه طبعاً في الصفحة في الموقع الرسمي المندوبية والمركز الفنون درامية والمركز الفنون درامية تطلع على بقية البرنامج اللي بدأ منذ الثامن عشر من ماي شكراً لكم وشكراً لكل من سام في إنجاح هذه الدورة معنا على المباشر من فريان على ما أعتقد الزميلة العزيزة نادية ارتيبي في هذا الربط المباشر تحية لك نادية لضيوفك وليزملاء في وحدة الانتاج التلفزي بالجسرين تحية لك زيادر لكل مشاهدي التلفزي التونسية طبعاً نحن اليوم حابنا نهزوكم في رحلة جميلة اللي جمعت ما بين كل المستويات قيمة التحدي قيمة الإصرار على النجاح والتقدم والتميز أيضاً قيمة الإنسانية اليوم اللي نشوفوها تمارسها ضيفتنا عيشة ليلي الفرسة عيشة ليلي مع صديقتها ريمة الفرسة اللي مربيتها عندها أكثر من خمسة سنين عيشة اللي هي فرسة معتمدية فريانا أحلمها كبيرة صدقتها عميقة بالفرسة متاحها ريمة واللي تحاول اليوم تعمل أو تحقق حلم متاحها أحداث نادي للفرسة بمعتمدية فريانا ونحن كنقول معتمدية فريانا أكيد لنحكو على المهرجان المغاربي واللي تحول منذ سنوات إلى مهرجان دولي للفرسة عفوا معناها هي مهرجان أولاد للفروسية وكنا نعرف برشة واخدمنا برشة على المهرجان هذه وقيمته في معناها جذب كل أنواع الخيول من مختلف الدول العربية خاصة منها الجزائر الشقيقة جارتنا وأيضا من مختلف ولايات ومعتمديات ولاية القسرين عيشة منقطعا للدراسة ولكن عملت برشة دورات تكوينية تمرنت برشة على الفروسية اللي معاتش مجرد هوية ولكن اليوم هو حلم الصباة وتحققها مرحبا بيك عايشة هل عندك علاقة كبيرة بريمة علاقة أقوى من الصداقة أقوى من الصداقة ريمة نحبها برشة فرسية ونحب الخيل لكل أما هي فرسية حبها حب خاص ناف يرس أصيلت مدينة فريانا وليت القصرين نلعب فروسية تقليدية نشارك في العديد المهرجانات ثم مهرجانات ما شاركتش فيهم إن شاء الله سنا بقدرة ربي نشارك فيهم وإن شاء الله نقدوا اعتراضات عفوا الميرس والفروسية متاعنا بالقدار وإن شاء الله من حسن إلى أحسن لو كنت تعرفوا على علاقتك بريمة اليوم موقتيش تأنست منين تكونت وشكون اللي دفعك بش تحبي الخيب اللي شجعني أكتر إنه الشي هذا مش بعيد على عارشنا أولاد سيدي تليل الكلنا نركب وكلنا معناها الرجال البنات الوحيدة منا أولاد سيدي تليل نركب فروسية ونمارس هذه الهوية هي أنا بابا ورثتها من عند بابا هو اللي يركب ويلعب فروسية أقبل وناس صغيرة دي ما نمشي معاه ودي ما يركب فيها على الفروس وعلى الحصان اللي نكبرت بي الحكاية والتغرام وطموح ونحقو نخذر به القدام إن شاء الله اللي هي لهوة خاصة بريمة تعرفيها شنو تحب توقل شنو تعطيها تحب برشة تفاح تحب برشة الفوكه الجيفة هيدا هيدا دليل كبيرة أي هو معناها العلفة متاحة الأصلية هو الشعير ونخي لا إضافة أخرى زيدك الغلة زيدة هي تحب الحاجات الحلوة كما الإنسين بالضابط مدلتها برشة وليهي بها لهوة خاصة هيدا دهولي حتى في تنظيفها عندك مويد خاصة لتنظيفها شمبوانيت بروسات حتى من السشوار وفشتان عمليل السشوار هيدا دهولي هيدا دهولي حلوم أكبر من أنك فقط تركبيع لتلعبيع الخيل كما معناها تسموه أنتوما أنك يكون عندك نادي للفروسية في مهتمدية فيريانا ونحن نعرف قيمة فيريانا من ناحية معناها هالتراث اللي اليوم بقي نرجعوله شيئا فشيئا وخاصة الخيول الخيول نحن نعرف أنه الخيل الأصلي العربي الخيول المهمة الموجودة في تونس ومؤخرا نحكينا على الخيل البربري اليوم نحاول نرجعوه ونرجعوه 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 العاداتنا وتقاليدنا قبل شنو الحلوم متاعك وشنو اليوم اللي خلي عايشة تتقلق الحلوم متاعي شجعوني عبيد برشا ونحن جينا في بلاد معناها متع طراب فريانا وولاية القسرين الكل نحب الخيل وركوب الخيل ونحب الفروسية ونحن من بلاد مهرجين سيدي تليل هو مهرجين معروف برشا دولي هذك عليشنا تشرجعت بش نحل نادي فروسية ان شاء الله فروسية عصرية وفروسية تقليدية بش نعلم الصغار خاطرنا نحب الصغار برشا ومعناها أكثر حبي بعد هويتي للخيل هي الصغار هو اللي يلزم ريمة اللي عايشة اللي يلزم نطلب من الصلاط المحلية والمعنية بالأمر سيد وزير الفلاحة وسيد وزيرة الثقافة يعونوني على المشروع هذا بش معناها هو مشروع يشمل مصلحة عامة يشمل بلاد كاملة عليش لا يولي معناها دولي ويتعرف للنادي متاعي حبيت حاجة جديدة هكا وحبيت نحل نادي نشجع الصغار بش ما يبعدوا على الألعاب الخطيرة ويبعدوا على الشوارع ويبعدوا ويجو يتعلموا الفروسية ويمرسوا هوايتهم ونا يا راني عايشك ونا معناها نستقبل للناس الكل مشوا بالضرورة حتى من غير الفلوس مرحبا بالناس الكل وإذا شفناه شفنا برشة صغار يستنوا فيك اليوم بش تعطيهم درس صغير في عالم الفروسية ومهم جدا اليوم أننا نحقوا ونشاركوا في تحقيق أحلام الناس اللي بالحق نحسوا فيهم يحبوا يتقدموا بالجهة دي وعندهم يقولوا في رواحهم كيف عايشة اليوم وصديقتها ريمة اللي تبنت ريمة زعيمة اللي تبنت علاقتهم منذ أكثر من خمسة سنوات وما زلت ماضية اليوم هذا هو نداء عايشة الحلومة بتاحها ناجي للفروسية لما لا نواجي للفروسية في كامل ولاية القسرين وإن شاء الله طبعا نرجع مع عايشة وهي حقة حلومتاحها وأحدثت مشروحها ونشوف ناجي متكامل وفيه برشة خيول وفيه برشة مقبلين على خاطر الخيل كما نعرفه زياد هو اللي ترجم أصلتنا وتراثنا وتاريخنا وزيدا نذكر أنه اليوم فم مسيرة جديدة اللي هي العودة إلى الخيول البربرية وشوفناها من خلال مهرجان الحصان البربري في معتمدية التيلة شكرا لك نادية ولم لا يتم تحقيق معناها ما تصب إليه الشابة المتميزة وهي معناها فارسة مغوارة والخيل معناها من عنوين الأصالة التونسية العربية الإسلامية والخير معقود في نواسيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكا ولا سامور مرحبا بيك اسباح الفل والياسمين اسباح الخير لكل متابعي ومتابعات القناة الوطنية مازلنا نشاهده في الصور جميلة للفارسة عيشة على متن الفرس ريمة فرس لحقيقة جميلة بصيرتك مدير مهرجان الوطن لفروسية والريمية وحب الملوك بمكثر شفت هذه الفرسة عربية أسيلة أو بربرية لا بربرية بربرية شنو اللي يميز هذا عندك سامور الجواد البربري يعني يكون في البنية الجسدية متاعه أقل شوية من الجواد العربي وأقل منه سرعة لكن هو الجواد البربري وهو المتأصل في شمال إفريقيا يتميز على بقية الخيول الكل بأنه جواد روبيست قوي للبنية قادر على تمفيذ المناورات يستعمل في الحروب نعم وهذا ما أدرك المستعمر الفرنسي باكرا وبعد أن تكبد منها بعض الهزيم عن يد الأمير عبد القادر نعم الأمير عبد القادر الجزائري في المقاومة الجزائري للاستعمار الفرنسي لبداية سنة 1830 والمقاومة التونسية كذلك أيضا نعم عن طريق المقاومة علي بن عمار العياري نعم المقاومين يعني كانوا على متن الخيول وكبدوا المستعمر هزائل وسيل النقل في الأراد ذاك هي نعم هي الخير والخيول تمثل معناها شكل من الوجهة الاجتماعية طبعا أكيد لأنه مالك الحصان ليس كمالك مدونة يعني يعبر عن وإلى الآن أيضا نعرف أن الخيول معناها الأصيلة سواء كانت بربرية والعربية أو حتى إنجليزية أحيانا الأثمان معناتها خيالية خاصة الخيول المميزة واللي من سلالات معناها خاصة هو الحقيقة عالم جميل فما حاجة نحب أن نشير لها زياد وهو أنه دولتنا تستورد اللحوم مثلا تستورد الأغنام تستورد الأبقار تستورد أشياء عدة إلا أنها تصدر الخيول فعالم الخيول عالم مربح تكون معناها منظم وتكون أن الدولة سهرة على تنظيمه وعلى متابعة المنتجين هذلا لأنهم اليوم قاعدين يعانوا في غلاء الأعلاف يعني ما فماش اهتمام رسمي وهذا دور وزارة الفلاحة رغم بين ضفرين بعض المجهودات المبذولة معناها هنا وهناك المهم أنه المهرجين الوطني للفروسية والرماية وحب الملوك بمكثرة يتواصل سنة في دورة عدد قدش دورة العشرة دورة العشرة من واحد جوان إلى تسعة جوان من واحد إلى تسعة جوان نعم أمامنا المعلقة متاع المهرجين هاي بالفرنسية سيعمر ربما ما وصلنا للمشارة الرسمية معناها كائنة والمستشهرين مش تكون بالعربية لا بالعربية هي المفترض مش تكون بالعربية هو مهرجين هاو فستيفال مكثر دي شوالغي دي تير دي سريز معناها علش الربط بين الرماية والفروسية وحب الملوك سؤال وجيه العب معناها فما ما يجمعهم نعم أولا الفروسية والرماية معناها الفيرس جنرال وعموما ما يكون سياد أو راني معناها مرتبطة ببعضها حين تأسيس الجامعية سنة 85 وهي جامعية قديمة معناها نعم عريقة وعريقة المؤسسين شايف هو ربط الفروسية والرماية ومثلا ما يشتعرض بين المسألة طبعا الإضافة هي سنة علش سنة أول عام نضيفه فيها حب الملوك للفروسية والرماية نعم حب الملوك هو معروف أنه مكثر هي البسانة الكبيرة هي القاعدة الأساسية لينتاج هذه هذه الثمرة هذه الثمرة الغالية المميزة أنها حب الملوك اسمها نعم اسمها على جسمها اسمها على جسمها نعم مكثر فيها تقريبا 470 هكتار ما شاء الله مساحة مش قليلة لا مساحة مهمة وهذاك هي بواءة وأنها تكون هي أولى في الإنتاج نعم إذا فإلى معناها مناخ مكثر وهو مناخ بارد وأنه خجرة حب الملوك تطلب أقل شيء ألف ساعة برد ألف ساعة برد في اللفة السنة ألف ساعة برد ضرورية جدا لخجرة حب الملوك حتى تعطي معناها كل لونة ذاكة نعم وتعطي الصفار وتعطي النكهة معناها نرجع للمهرجان السنة قلنا في دورة العاشرة من واحد إلى تسعة جوان البرنامج سامر برنامج هو متنوع وفيها عديد الأمستة نعم يبقى حب نشير لزائرين اللي نحب الرحب المناسبة بكل ما سيزور مكثر إن شاء الله وعليش اخترنا الأيام هذه أو التواريخ هذه لأنه اخترنا أنه يكون يوم واحد جوان هو يكون يوم سبت نعم وثنين جوان يوم أحد فالعائلات مش تخرج من عناء الامتحانات وممكنها أنها تزور مكثر نعم تكون معناها ويكان ببهية مزيانة في مكثر كيف كيف نهار ثمانية هو يوم سبت ونهار تسعة هو يوم أحد نعم نحن نخدمنا لدي ويكان عطلتين نهاية أسبوع عطلتين نهاية أسبوع اللي تتزامن معاه تقريبا معناها ذروط الإنتاج حب الملوك نعم ما هيشي لبريكوس اللي موجودة تو غالية برشا آه الحب الملوك الموجود تو هذي السابق لأوانو بتبيعة هذي نسموها الكرشلولة هذي آي أما الانتاج الرسمي يعني الثمرة اللي بالحق معناها شعبية الشعبية هذه العبارة المطلوب وقت سنلقاوها موجودة تقريبا ابتداء من عشر جوان إذن نشنو نلقاوه في واحد واثنين وتسعة وعشر جوان واحد واثنين واحد واثنين جوان نفتتح إن شاء الله بامتلاق الإفوار المعارض نعم مش تكون الفلاحي والغبي اللي تنجو مكثر نعم واللي هو متنوع مش يكون معناها بعد الظهر انتلاق الكرنفال السنوي بتاعنا لمتعدد الفقرات وأهم فقرة فيها سنة تجديد يعني فيه نوع من التجديد إن شاء الله مش يكونوا شركائنا من الجامعية تونسي إلى الطيران مش يكونوا ضيوف مش يأثون للمشاهد في السماء نعم مش ترفع معناها أعلام تونس أعلام فلسطين فلسطين طبعا بالمناسبة معناها نحب نحيي شعبنا الصامت في غزة نعم ونتمنوا على الأنظمة العربية إنها تلتفت لهالشعب الذي يعاني دونك سيزياد إجمالا نعم متعدد الفقرات فيه لدوات علمية فيها ورشات نعم فيها نصيب من الفن والموسيقى نعم فيه نصيب من الفنون التشكيلية علما أن نحن نظم سنويا الجواد والريشة هي نعم محور من محاور المعرض التشكيل اللي نحاول أن أرشفوا به مهرجاننا من خلال عيون الفنانين التشكيلين نعم الفضائت اللي ستحتضن كل هذه النشاطات سي عمر المفروض هو أن إجمالا كنا نقوم بالمهرجان على الأقل افتتاحه بالموقع الأثري بمكثر وأساسا بالمسرح الروماني نعم قدمنا ترخيصنا وإن شاء الله نتحصلوا عليهم اللي أني نتصور أنه صعيب شوي فين حبيته في العادة في المسرح الروماني في المسرح الروماني على الأقل معناها نقومه على الأقل بالإفتتاح لرنزية المكان ولارتباط المسرح الروماني بالتصور العام والمشهد العام للفروسية التقليدية نعم اللي هي تحاكي نوعا ما معركة حربية أو غارة أو أو وفي العطلة نهاية الأسبوع الثانية تسعة وعشر جوان شنوش نلقا تسعة وعشر جوان كيف كيف معناها منطيد نعم نطاد واحد على الأقل هو مش يكون موجود معنا من إسبانيا لبراموتور للطائرات الشراعية نعم الطائرات الورقية كيف كيف ممثلة في جمعية لسير فولون معناها التونسية أي المشهد يعني جميل نعم ومتنوع متنوع متشكل فيها مسابقات رياضية فيه مسابقات في الألعاب الشعبية الخربقة نعم معناها التصور العام هو فيها ما يغري على زيارة مكثر إن شاء الله إن شاء الله نعم نعم على أهلنا من تونس زيارة مكثر من جميع الجهات إن شاء الله يكون حاضرين طبعا من جميع الجهات كيف كيف سي زياد نشكر نعم كل من يساهم حاليا في إنجاح هذه التظاهرة وأدعو بقية معناها أهلنا في مكثر الالتفاف حول هذه الدورة نعم لأنها بإذن الله مش تكون دورة الانطلاق إن شاء الله مش نخرجوا بالمهرجان بتاعنا يعني إلى مسعد آخر من خلاله نخدم الثقافة تكون في خدمة التنمية نعم ثقافة في خدمة التنمية وفي خدمة المجتمع وفي خدمة الجهات خاصة يعني ثقافة قاطرة مهمة للسياحة للاقتصاد للتنمية لكل ما هو إضافة للبلاد والعباد شكرا لك الأستاذ عمر مراد مدير المرجن وطني للفروسية والريمية وحب الملوك بمكثر في دورة العشرة طبعا غرة جوان وثين جوان إلى غاية تسعة وعشرة جوان الحقيقة معناها برنامج حافل وثري ودعوة مفتوحة للجميع مشكور جزيل الشكر هو شكر موصول لكل من ساهم في تنظيم وأنجاح هذه الدورة موصلين في الاستضافات بعد مقطع قصير من هذا النغم نختم باستضافة معناها تتسمى هذه في مرحلتها الختمية والثانية لأنه كانوا حاضرين بعضنا مشكورين سيدات جماعة هنا في انطلاقة معناها المشروع اللي بيش نحكيو عليه اليوم وعلى الاختتم بتاعه اللي هو أغتي ديان مع السيدة راوية الذوادي المكلفة بالتنسيق والإشراف والعلاقات العامة والمشرفة على هذا المشروع مرحبا بيك سيدة راوية مرحبا بيك سيزياد هو في الحقيقة معناها عديد المواضيع معناها اختتام المشروع هذا ولا البرنامج هذا والاحتفال بعيد الأم وخاصة الأم الفلسطينية نهار 25 ماي نعرف وحنا في تونس وفي عديد دول في العالم نحتفل بعيد الأم الأحد الأخير من كل ماي وتحياتنا للأمهات كل الأمهات أينما كنا ونترحم على أرواح الرحيلات من هون إذن تحب نبدأ بأغتي ديون وقت جيته للصباح الفلوي اللي اسمين أعلنته على انطلاقة هذا البرنامج ولا هذا المشروع هتندكروا به وفشية مثل المرنامج أغتي ديون بدأ عنده طوى ثلاثة شهور نعم جينا في الافتتاح مع المدام دميلة راق ينس العاملي دميلتنا العزيزة معادة البرنامج نعم تحية لها افتتحنا برنامج أغتي ديون إلى الحرافية نعم وديون هي ترمز إلى الطالب الإتوديون المشروع هذا كان في شراكة بين الحرافيات العساميات من جمعية هنا نعم والطلبة في اختصاصات طلبة الثنون والحراف أي والفنون جميلة وعدة اختصاصات اختصاصات أخرى نعم الهدف منه هو الإدماج والتوظيف بين الحرافية والطالب بش يخرجوا بمشروع ناجح نعم كانت البداية موافقة لقينا دعم من المدربين من رئيس الجامعية رئيس جامعية هنا سيدة إيمان الشريف كل الإداريين في جامعية هنا كيف 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 الأساد في اختصاصات متنوعة نجح البرنامج كان برنامج ناجح كان بشروع ناجح هو برنامج أول مرة يصير بش يجمع بين الحرافيين والطلبة إن شاء الله نهار 25 ماي في المركز الثقافي بير الحجار في تونس العاصمة بش يكون اختتم البرنامج نعم ابتداد منها منها ساعة إن شاء الله منها ساعة الخامسة مساء ابتداد من الخامسة مساء بير الحجار بالعاصمة نهار 25 ماي شو بش نلقى بضبط سيدة هو برنامج شامل يجمع بين الاحتفال بعيد الأمهات وتكريم ثلة من الأمهات لأ خلنا بدأوا بأخت ديون ساعة شو بش نلقاوا في بير الحجار بش نلقاوا معرض للحرافيات بش تتعرفوا على ثمرة نجاح مشروع أخت ديون بش نلقاوا الطلبة بش نكرموا للحرافيات ونشكروهم على خوضهم هذه التجربة ما كانتش ساهلة نعم خدمنا معاهم على تحقيق التوازن النفسي والعملي خدمنا معاهم على نجاحهم في السوق الوطنية أيضا والسوق العالمية معناها بش نلقاوا منتوجات اللي معناها كانت ثمرة الشراكة بين الطلبة وبين الحرافيات العصاميات هكا سيدة راوية بش نلقاوا ثمرة هذية في المنتوج في اللي في التحسن للمنتوجات من قبل الحرافيات اللي عاونوا عليهم الطلبة نعم بش نلقاوا زيدا بش نعملوا تتويج قولنا المشارك المشاركات بش نشكرهم على وجودهم في مشروع أخت ديون وفي نجاح مشروع أخت ديون إضافة إلى ذلك بش نلقاوا بش نعملوا بش نلقاوا يعني شعر بش نعملوا موسيقى وبش نتوجوا الأمهات اللي هما بش يكونوا منهم فما حرافيات بش نجيبوا زيدا أمهات مناظلات تونسيات بش يكونوا زيدا حاضرين معنا في الحفلة هذه البرنامج هذي كما نعرف كما قلنا بدي عنده ثلاثة شهور تلقاوا برشا دورات تكوينية دورة الكوتشينج والصحة النفسية معايا معايا كرئيس مدربين مدربة في الصحة النفسية لقينا دورة عجلة الحياة مع مدام فدوى مرجع دورة الريادة والقيادة مع سيساد الدين خليل دورة المالية مع مدام زهرة ونيس دورة الاستثمار الشخصي مع مدام خولة بوعلي مدام كوثر زيدا تحية لها مدام خديجة كنون الاحتفال هذا بش يكون فيه معرض نقعات التقليدية بش نكتشف كما قلنا نتيجة وثمت البرنامج أغتيديون بش يكون فيه شعر موسيقى تكريمات والمهم هو تكريم الام الفلسطينية من قبل الام التونسية حبينا نكرم الام الفلسطينية على كل تضحيتها ونزالاتها نعم بش يكون التكريم تا الام الفلسطينية رمزي ولا بش يكون فهمها امهات فلسطينيات من المقيمات في تونس حاضرين بش يكون تكريم الجمعية فلسطينية بش يكون تكريم الام الفلسطينية بش يكون امهات فما امهات فلسطينيات بش يكون معانا ان شاء الله في الحضور البرنامج هذا من تنظيم رئيسة الجمعية ايمان الشريف مادام خديجة كانون المسؤولة على المشاريع معايا راوية ذويدي رئيس المدربين مكلفة بالتنسيق الاشراف والعلاقات العامة حبيت من خلال البرنامج هذا نشكر الحرافيات اللي كانوا جاديرات بالبرنامج تقريبا قدش من حرافية وشني اهم اكثر من 24 اكثر من 24 حرافي اشني اهم المنتجات اللي بش نلقاوها بش نلقاوها كل الصناعات التقليدية من اكسسوار عنا زيدا الاوكلة التونسية عنا اللبسة التقليدية عنا القفة عنا العنبر التونسي بش يكون معرض فيه شحنة ايجابية للحرافيات على مجهودهم اللي قدموه في برنامج اختديون نعم حبيت نسأل ايضا على الفقرات والبرنامج التنشيطي فيش يتمثل وشكون بش يأمن وايضا نهار السبت في بير الاحجار في بير الاحجار بش تكون عنا موسيقى بش يكون عنا شعر بش تكون عنا تكريمات بش تكون المعرض للحرافيات من الصناعات التقليدية دعمنا فيه شكرا للشكر خاص للمركز الثقافي بالاحجار ربيو المدرسة المتوسطية التكنولوجية تخوب اسكار لبيرتا ابيكس مرتبات سلطان وكابير فرميسيون بي حبيت ان طبعا هذا الحدث يتنزل في اتار الاحتفال بعيد الأم هم الحرافيات أغلبيتهم أمهات يعني تكريمهم على نهاية البرنامج هذا مدة ثلاثة شهر بالشراكة مع الطلباء والطالبات وتكريمهم كأمهات معناها فاعلات وأمهات قاعدين يحقوا في الإضافة ويصعوا إلى النهوذ بأنفسهم بعائلتهم بمحيطهم الاجتماعي عن طريق معناها ما يقدمنا من إضافة معناها كعاملات معناها دوات دخل اقتصادي ينجم يكون مميز طبعا الحدث هذا موش بشيكون آخر معناها نشاطات وبرامج جماعية هنا الأكيد أنه فما بعده العديد من المشاريع أخرى وفما زيد دعم آخر للحرافيات من سواء المعارض الحضور الثقافي حبينا من البرنامج هذي نعاونوهم في مشاريحهم بش يوصلوا لبر الأمان والتسويق من الجهة الوطنية ومن الجهة العالمية ديما فما إشكالية في التسويق سيدة راوية من عرش جماعية هنا بحكم بحكم الخبرة بتاعها وبحكم تعاملها مع مثل الحالات هذه بتاع الحرافيات المنتجات عندكم حلول عندكم طرق للتعاطي هذي عليش التسويق لازم ديزاين لازم دي لوجو لازم دي سيت هذي عليش دخلنا الطالب مع الحرافية أنه يتوجها ويوصلها إلى المستوى المطلوب في الناحية التسويقية دخلت معنا منصات رقمية وطنية وعالمية بيش يروج هالمنتجات وتوصل للمرأة العيسامية الحرافية إلى المستوى الوطني الراقي والمستوى العالمي أيضا نعم طبعا بالنسبة للحرافية هذو مش تخليهم وحدهم دايما بشتقدهم هم بنيت جمعيت هنا هم عيسامية جمعيت هنا هم جزء من جمعيت هنا بدينا معاهم مقبل عملنا لهم برشا مشاريع أخرى تابع صناعات تقليدية توا بدينا وكملنا إن شاء الله الحمد لله برنامج أغتيديون وبش نكملوا معاهم زيدا منجموش نتخليوه فمحة جفرة بعد أغتيديون إن شاء الله مفاجئة أخر بش نجيو إن شاء الله البرنامج ونحكيو عليها إن شاء الله ستحكيو عليها إذن شكر موصول للجميع من ساهم في هالبرنامج الجميل المشروع هذا اللي سيتم تتويج متاعه بمعرض مهم في بير الحجار أغتيديون شراكة بين الطلبة وبين الحرافية العيسامية المنتمية لجمعيت هنا أيضا قلنا عروض تنشيطية موسيقية شعر وخاصة تكريم الأمهات والأم الفلسطينية بالذات أمهات تونس والأمهات وكل أم فلسطينية نعم نقولولها المرأة التونسية التكريم هذية بشيكون تضميد لجروح روحك راو نحن مع المرأة الفلسطينية ومع تضحيتها ونذالتها ونسأل الله تعالى الفرج القريب لأهلنا في فلسطين أمين يعطيك صحة سيدة راوية ذوادي المسؤولة على التنسيق والأشرف العلاقات العامة بجماية هن إن شاء الله دعوتك مستجابة نحن بدورنا نرجو من العزيز القدير النصر والتمكين لشعب الجبارين في الأرض التي باركنا حولها ونجدد الترحم على أرواح الشهداء الذين نحتسبهم أحياء عند ربهم يرزقون ونتمنى الشفاء العاجل للجرحة والمصابين والنصر وآتن بإذن الله بمشكورة مرة أخرى الموعد في بير الحجار نهار 25 مي سبت ابتداء الخامسة مساء شكرا لكم على حسن المتابعة للانتباه شكرا للفريق العام المعنى فردا لصبرهم علينا طيلة ساعتين من المباشر بقيت مشاهدة طيبة ومنتعى لبرامج الوطنية الولاي إلى اللقاء غدا في صباح الفل والياسمين اشتركوا في القناة